السلام عليكم المحاضرة الثامنة والأخيرة لماتت الحاسوب للمرحلة الأولى للفصل الدراسي الأول اليوم لحنا ناخد موضوع الانفورميشن سيكوريتي من المعلومات مثل ما نعرف أن الحاسوب صار يستخدم في جميع المجالات سواء بالبنوك، بالتسوق، بالاتصال مع الآخرين سواء كانت رسائل ألكترونية أو برامج محادثة لذلك من المهم المحافظة على عائل الرسائل والبيانات الشخصية ومحتويات الحاسوب لذلك يجب الاحتمال بأمن وحماية الحاسوب أصبحت عملية الانتقال المعلومات أيضاً عبر الشبكات وأجهزة الحاسوب من الأمور الروتينية في حياتنا اليومية لذلك انتشار أنظمة المعلومات أدى إلى أن تكون معرضة إلى عملية الاختراق فالهدف من أمن الحاسوب أو الانفورميشن سيكوريتي أمن المعلومات هو حماية هذه المعلومات والممتلكات من الاختراق والفساد والسرقة أو أي كوارث ممكن تحدث عليها وبنفس الوقت يسمح لهذه المعلومات والممتلكات أن تتوفرها بمتناول أيدي المستخدمين يعني هو مصطلح عام يستخدم لوصف جميع أنواع السيكوريتي الأمان في جميع في بيئة محاوسبة خط مخاطر من استخدام الكمبيوتر يعني هذا الخطأ هذا ممكن هيأدي إلى في المشاكل الخطيرة بما في ذلك فقدان الخصوصية والتحكم يعني حماية الكمبيوتر من المخاطر الخارجية مثل الفيروسات اللي ممكن تنتقل إلى الكمبيوتر برامج التجسس اللي هي تجمع المعلومات من أشخاص أو في المؤسسات معينة وترسل هذه المعلومات إلى جهات أخرى ومالشس هكارز يعني القرافن الخبيثة خلن نقول اللي تدمر الكمبيوتر بدون المستخدم لذلك لذلك أصبحت مهمة أو خطوة ضرورية بتوفير التصفح الآمن للإنترنت يعني الطرق الفيروس اللي ممكن ينتقل لها إلى الكمبيوتر أول شي دونلود من الإنترنت يعني أنت من تحمل برنامج أو فايل أو أي شي من الإنترنت ممكن تتعرض إلى أنه يدخل فيروس إلى جهازك البرامج القرصنة اللي هي وصول غير مصرح أو استخدام المنتجات أو منوسخ البرامج الغير مشروعة ومن أقصد بها يعني ممكن أنت الفلاش ممكن السيدي حتى السيدي ممكن تتقد بفيروسات يصير تبادل بينك وبين زملائك الآخرين أيضا ممكن يكون تتعرض إلى دخول فيروس إلى جهازك يعني الإيميلات أحيانا ممكن تحتوي على الفيروسات لذلك أنت إيميل ما تعرفه أو ما تأكد من المصدر إليه حاول أنه لتدخل على أي رابط بي أو تنزل أي إيميل لأنه أحيانا يكون بفيروس ويخترق يعني حسابك للإيميل وقصدية لإندك أيضا ممكن يكون الإيميل موجود بالدوكومنت بالوثائق ممكن بالسبراتشيت برامج الأكسل ممكن يكون موجود بالبرزنتيشن برامج البورفوينت هناك طرق حتى توفر الحماية لنفسك من الفيروس اللي هي إنستلقود أنتي فيروس سوفتوير تنصب برنامج الأنتي فيروس جيد تسوي سكان فحص إلى تسوي فحص لكل الفلاش أو السيدي اللي تاخذها من أحد قبلك مستخدمة حتى تتأكد إنه ما بي أي مشكلة تتفعل خاصية الأوتو بروتكشن الموجودة إلى أنتي فيروس سوفتوير تسكان إيميل تفعل خاصية الأوتو بروتكشن حتى توفر حماية أو تفحص الإيميل قبل استخدامه طبعا الأوتو بروتكشن وين موجودة؟ بالأنتي فيروس سوفتوير اللي أنت نصبته هذا الأنتي فيروس سوفتوير كنت حذر من الإيميلات إذا ما كنت تعرف أي مصدر إلهب فحاول مثل ما اتفقنا إنه أنت أما ما تفتحها أو ما تدخل على الروابط الموجودة بيها أو ما تنزل الفايل خاصة إذا كانت تحتوي على أتاجمنت حاول إنه ما تنزل هذا الأتاجمنت إذا ما كنت تعرف المصدر إلهب أخيرا لا تحمل أي فايل أو برنامج من الإنترنت إذا ما كنت متأكد من المصدر اللي تنزل من عنده لأن هذا أحيانا أكو بعض البرامج تنزلها أنت من الإنترنت أيضا ممكن تحتوي على الفايروسات هنا تخلص محاضرة النظرية خاصة بالمحاضرة الثامنة بالنسبة للمادة الأملي وصلنا أيضا أو نكمل أيضا بالControl Panel أروح على Start Control Panel وأروح على Clock Language and Region Date and Time شنو الفكرة هنا أنه أغير بالوقت والتاريخ لجهاز الكمبيوتر أروح وين إلى Change Date and Time إذا مثلا عندي تتخطأ بالتوقيت أو بالكالندر بالتقوين فأروح أصححها وأقول لأوكي بعد التغيير أكو طريقة ثانية أو مسار ثاني أسرع وأسل تروح وين بالNotification Area هي أغيرتها Date and Time تضغط عليها وتقول لأ Change Date and Time Setting هذه نفس الواجهة لح تنفتح لك وتغير Date and Time بالوقت أو التاريخ اللي ناسبك نكمل بال Clock Language and Region الموجودة بالControl Panel وأروح على Region and Language Region and Language وأروح وين على الثاني Tab اسمه Location Tab حتى أحدد current location الموقع الحالي اللي أنت به أحيانا هناك بعض الخدمات اللي يقدم لك ياها نظام التشغيل مثل معلومات عن الحالة الجوية معلومات عن الأخبار أو أخبار يطيك هذه خاصة بالبلد اللي أنت به فلذلك إذا مثلا سافرت أو غيرت موقع مكانك تقدر تحدد البلد اللي أنت موجود به حاليا حتى تستفاد من هذه الخدمات أي تغيير قلنا ينسوي لازم أقول لأ Apply وأوكي عايوة موجودة بال Location Tab ال Keyboard and Language Tab Keyboard and Language Tab أروح وين ل Change Keyboard Change Keyboard حتى أضيف لغة إلى ال Keyboard موجود عندي مرات إنت تشتري كمبيوتر مثلا شترت اليوم لابتوب وما بيه اللغة العربية وهو مرات تجي بكمبيوترات ما معربة ما بيه اللغة العربية فإذا تريد أضيف لغة تروح وين نعيدها مرة ثانية أروح إلى Control Panel Look Language and Region Region and Language وأختار Keyboards and Language Change Keyboard وأضيف اللغة اللي أريدها هاي Add تحدد اللغة اللي أنت تريدها أضيفها وتقول لأوكي مثلا أي سبب ما ردتها أنا مثلا ما ردتها السعاي أقول لها Remove أقدر أمسحها ردت تخليها إلى الأعلى قبل الإنجليزية هاي Move Up تريد تخليها إلى الأسفل تقول لها Move Down وهكذا أي تغيير تقول لها Apply وأوكي لهنا تخلص أيضا المادة العملية الخاصة بالمحاضرة الثامنة والأخيرة أي سؤال أتكم أي شيء مواضح نتواصل إن شاء الله عبر الكلاس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر